الإعلامي المصري مصطفى بكري لعلكم تعرفون هذه الصورة يظهر فيها الإعلامي مصطفى بكري وجمال مبارك نجل الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك يظهر مصطفى بكري وكأنه يقبل يد جمال مبارك لكن رحل مبارك وجاءت الثورة فخرج مصطفى بكري يتحدث ويشيد بالثورة رأيناه واقفا في برلمان الثورة يبكي على الشهداء ثم جاء الرئيس الراحل محمد مرسي فكان مصطفى بكري وكأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين حدث الانقلاب العسكري فتحول مصطفى بكري لأحد أبواق عبد الفتاح السيسي المدافعين عن عبد الفتاح السيسي والمدافعين عن سياسات وفشل عبد الفتاح السيسي يطل على المصريين يوميا عبر أحد القنوات ليحدثنا عن الرخاء والتنمية والتقدم التي لا يراها أحد إلا مصطفى بكري وأمثالي من عمر أديب وأحمد موسى لكن يبدو أن موضوع تيران وسنفير بالإضافة أيضا إلى قضية سد النهضة أقلقت الإعلاميين علاوة على قلق عبد الفتاح السيسي طلع عبد الفتاح السيسي قبل كده ونسب فشل في ملف سد النهضة لصورة 25 يناير وأيضا للرئيس الراحل محمد مرسي ليأتي مصطفى بكري وينسب فشل السيسي في ملف تيران وسنفير وخيانته للأمانة وتفريطه في تيران وسنفير لصالح السعودية بأن هذا خطأ مبارك قال نقلا عن المصر اليوم مبارك هو صاحب قرار سعودية تيران وسنفير وليس عبد الفتاح السيسي إذن السيسي بريء على حد وصف مصطفى بكري لكن من يرد على مصطفى بكري كان على مبارك اللي رد على مصطفى بكري بعد دقائق من هذا التصريح للمصر اليوم وقال له سيد مصطفى بكري كفى تحريفا وتزويرا للتاريخ بعدها نزل علاء مبارك بمجموعة كبيرة من المنشورات والتغريدات والمستندات في ظاهرها أنه يبرق ويفند كلام مصطفى بكري لكن في باطنها أنه يدين عبد الفتاح السيسي ويورط عبد الفتاح السيسي ويقر أن من فرط في تيران وسنفير ليس مبارك ولكن عبد الفتاح السيسي نشطاء تفعلوا مع هذا الجدل وهذه الحرب الكلامية على مواقع التواصل اجتماعي بين مصطفى بكري ونجل مبارك منهم محمود رفعة اللي قال تصريحات المدعو مصطفى بكري بأن الرئيس الأسبق مبارك هو صاحب قرار تبعية تيران وسنفير إلى السعودية تمثل إهانة بالغة للجيش المصري وليس شخص مبارك وحده فلله وللتاريخ مبارك وجيله من جيش مصري لم يفرطه بحبة رمل واحدة من طراب مصري رغم كل الأخطاء السياسية الكبيرة التي ارتكبوها من وحي اللحظة بيقول مصطفى بكري جي كحالها عماها باع مبارك وحاول يبرق السيسي لكنه فشل وورط الجيش غبي منه فيه مصري بيقول الإنسان يفضل ينافق حتى يصبح مصطفى بكري وما زال الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعون هذه الحرب الكلامية التي انسحب منها مصطفى بكري بعد أول تغريدة ولكن مازال علاء مبارك يكيل مصطفى بكري أو كما قال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي علاء مبارك علاء الحزام وزانق مصطفى بكري في الركن علاء الحزام وزانق مصطفى بكري في الركن